أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعتنا ليوم الجمعة 26 آذار القمر ما زال موجود في منزلة الصرفة وهي للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء وثبات الموظفين رح ينكث في هاي المنزل القمر لغاية الساعة 10 و44 دقيقة ظهرا من ظهر يوم الجمعة لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة العواء وهي للربح والحرية والزواج طبعا القمر الآن هي فترة خلوه مسار ما زال موجود بالأسد فعشان هيك بتظل التأثيرات على جميع الأبراج بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا عليه من الناحية المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة والارتداء ملابس أنيقة تلفت انتباه الآخرين إلا وزي ما حكينا احنا في فترة خلوه مسار خلوه المسار هذا رح يظل مستمر لغاية الساعة 3 و25 دقيقة صباحا اللي هو من صباح يوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها للعذراء فالفترة من الآن موعد بث الحلقة لغاية الساعة 23 و25 دقيقة صباحا هي فترة سلبية طبعا للناس اللي في دول أخرى أو اللي بتصاب فيه أنه عندهم أشغال بالفترة هاي هاي فترة نحسة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبي أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار بعدها القمر زي ما حكينا منه في ساعة الصباح بنتقل للعذراء وتأثيره بكون على جميع الأبراج بالفترة هاي منعود الآن لطبيعتنا الجادة ننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب نقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك لا وردة ولا شاردة وانتفحصة نجد عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام ونشعر أن الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا ونتوهم أمراض ما إلها أي وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عادة سيئة زي التدخين شرب الكحول أدوية معينة بوسعنا اقتناء برضو في هاي الفترة حيوان أليف أو مطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد طبعا اليوم عنا زاويتين فلكيات أول زاوية رح تكون هي زاوية بطيئة وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين الزهرة وهي رح تكون في تمام ساعة ستة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا هاي الزاوية إيجابية حكينا في ناس بقول لك لا زهرة بتحترق في شعاع الشمس لأنه بصير مش عارفة إيش هذا كله كلام فاضي ما في إيش بيحترق في إيش فهاي طاقة إيجابية لهذا العنصر في حالة الاقتران هاي الزاوية بتعطينا أنه نظرة إيجابية وتفاولية للحياة بصورة عامة وبرضو بتحفز الأمور العاطفية عند الأشخاص اللي عندهم علاقات عاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية بتكون بين القمر وبين أورانوس وهي رح تكون في تمام ساعة ستة وست عشر دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك وبما أنه القمر موجود في منزلة جيدة وبرضو عنا زاويتين جيدات فالقمر اليوم بكون سعيد ولكن ساعته ما بتكون بعالي جدا يعني بتكون بنسبة بسيطة لأنه ببلش يشكل زاوية تقابل وبرضو زاوية تربيع فعشان هيك ما رح نحكي عن الزاوية هاي في حلقة بكرة إن شاء الله بنحكي عنها فهي اللي بتسحب من طاقة القمر شوي بالنسبة لأخلو المسار القادم بما أنه القمر رح يكون موجود بالعضراء فرح يكون يوم السبت سبعة وعشرين ثلاثة بيبدأ في تمام الساعة أحد عشر وسبعة واربعين دقيقة مساء من مساء يوم السبت وبيستمر لليوم التالي يعني ليوم الأحد في ساعة الصباح ساعة ستة واثنين وعشرين دقيقة لا ينتقل بعدها القمر لبرج الميزم أما بالنسبة لعمر القمر فعمر القمر انحسار المربع يعني شبه إنه بلش يكتمل الآن ولكن مش مكتمل كامل لسه ضايله غير اليوم يومين كمان بصير مكتمل أو بدر عشان هيكي القمر انحسار المربع ثلاثة عشر يوم في تمام الساعة وحدة واربع وعشرين دقيقة ظهرا بيصبح أربع عشر يوم نسبة الإضاءة تسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم تسعتاش أربعة سعيدي بنسبة سبعين في المية القمر في الأسد ودي انتقل العذراء ودي ظل فيه لغاية يوم ثمانية عشرين ثلاثة سعيد بنسبة خمس وعشرين في المية أما بالنسبة العطارد في الحوت حتى يوم أربعة أربعة منتحس بنسبة خمسين في المية الزهرة في الحمل حتى يوم 14.4 سعيدة بنسبة 30% المريخ في الجوزاء حتى يوم 23.4 سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو حتى يوم 13.5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 23.5 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 25.6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 27.4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتظل العاطفة قوية عندكم وبتظل رغبتكم بالتواصل بالأحباء والأبناء لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا القمر بصير في البيت السادس بدكوا تنتبهوا لصحتكم أكثر لأنه برضو بدكوا تنتبهوا لأمور لها علاقة بالعمل لأنه هذا بيت العمل والصحة فممكن يتراكم العمل عندكم أكثر من المعتاد وتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير منه أو ممكن تهتموا ببعض المسائل الصحية برج الثور اتجنبوا ادخال أي تغيير جذري على مسكنكم وعلى شؤونكم العائلية وعلاقتكم بأفراد العائلة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر رح ينتقل وصير في البيت الخامس فمن ساعات الصباح بتبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم بتعيش لحظات سعيدة وناجحة فيها انفراجات، تطمينات، رومانسيات ممكن تهتموا بأحبائكم أكثر والتواصل معهم فترة حظ قوية جدا برج الجوزاء اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بدو يركز بشكل جيد اتضرغبتكم بالاتصالات والتواصل وعلاقتكم بابينك وبين الإخوة والجيران لغاية ساعات الصباح قوية أما في ساعات الصباح بتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرق عطل منزلي أو حدث عائلي أو ممكن اجتماع معين أو تواصل ما بينكو بين أفراد العائلة أو تعاون يعني الأمور العائلية أو البيتية رح تغلب عليكو خلال الفترة القادمة برج السرطان اتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة حتى ساعات الصباح يعني لغاية ساعات الصباح الأمور المالية الأمور اللي إلها علاقة بالفواتير والترتيبات المالية هي اللي بتظلها شاغل فكركم من ساعات الصباح بتنشطوا بالاتصالات بالسفر أهم شنكو تكونوا أكثر وعي على الطرقات بتصير عندكم قدرة عالية جدا على التواصل وعلى الاتصالات على الإقناع ممكن تروجوا لعمل أو يجيكو خبر معين وفي منكو رح يهتم بمسائل إلها علاقة إما بالسيارة أو بالإلكترونيات برج الأسد أنتم نشطون مع هيك واصلوا عملكم اللي بدأتم فيه من قبل ما تبادروا لعمل جديد الفترة هاي شوي على الحالة النفسية منتازة جدا يعني تقريبا قدرتكم على الإقناع والحوار وبرضو شخصيتكم غير لغاية ساعات الصباح بعدين الأمور بتنهمكو في ضبط ميزانيتكم والأمور المالية أهم شيكو تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية احرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة والمصاريف اللي ما إلها داعي ممكن بعضكم يحصل على هدية أو على داعي مالي برج العذراء طبعا كل التعب اللي انتوا حاسين فيه وكل الضغط اللي انتوا حاسين فيه والأمور اللي تراكمت عليكم بالأيام الماضية حتى أمور اللي إلها علاقة بالصحة أو التعطيلات كلها هايمة اقتراب ساعات الصباح بتبلش تنتهي أو بتبلش تخف عليكم فين ساعات الصباح بتمتلقوا نشاط حيوية بتنقلب بعض المعطيات والخيارات لصالحكم التوجهات اللي عندك بتتناسب مع وضعك الحالي تتمتع بالقدرة على قلب كل شيء كل شيء حتى الحوارات والنقاشات يعني بتصير الحظوظ دعمل إلك بالفترة القادمة برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء وبظل فيه نوع من أنواع الحوار والنقاشات وممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وتسعدوا ببعض المساعدة من بعض الأصدقاء لغاية ساعة الصباح من ساعات الصباح تدخلوا فترة غير مريحة تلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد ولا تحسنوا أمر فترة سلبية هاي وفارغة من الطاقة والحظ بسبب وصول القمر لبيت المتاعب فممكن تتعطل بعض المسائل عندكم ولكن الأهم إنك تنتبهوا لأعمالكم وشؤونكم الصحية برج العقرب بالظل الأمور اللي إلها علاقها بالسمعة هي أكثر إشي مربك لغاية ساعات الصباح فحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل انتبهوا ما في داعي لمخالفة القوانين أو لا أي أمور ممكن تشوه السمعة ممكن يصير في خلاف أو حوار أو سوء تفاهم ما بينك وبين رئيسك بالعمل أو مع بعض الأمور اللي إلها علاقة برجال الدولة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح تنشطوا بين الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في حفل أو مناسبة أو يتوجه لكم دعوة لحضور حفل أو تنشطوا بأمور اجتماعية ممكن يبادر أحد الأصدقاء لمساندتكم في مسألة ما أو تبادروا أنتوا بالتواصل بأحد الأصدقاء برج القوس اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد بتظل الأجواء جيدة بأمور الاتصالات والحوارات والامتحانات أي شيء له علاقة بأشخاص خارج البلاد بتظل الأجواء جيدة لغاية ساعات الصباح حتى تواصلكم ما بينكم وبين الأحبة ولكن من ساعات الصباح بتحافظوا أو بتكوا تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية اليوم بصير مناسب للي بيبحث عن عمل ولكن بتكوا تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء وابتعدوا عن أي شيء ممكن أن يشوه السمعة يعني ما في داعي لأي مجازفة أو مخاطرة خلال هذا اليوم أو أي عمل ممكن يشوه سمعتكم برج الجديد تفحصوا حساباتكم المالية واحذروا من أي خطوة مالية جديدة لغاية ساعات الصباح بظل الاهتمام بالمسائل المالية المشتركة أو فوتير أو حسابات أو تنظيم وضع مالي معين ممكن بعضكم يهتم بأشياء قديمة أو ذكريات معينة في ساعات الصباح تنشطوا في أمور الهلاقة بالسفر البعيد أو اتصالات بعيدة أو امتحانات أو دراسة مثلا كونوا أكثر وعي بس على الطرقات خاصة أثناء قياة السيارة بين المدن وانتبهوا لردات فعلكم ما في داعي للعصبية ولا للحدية برج الدلو بيتركز اهتمامكم حول موضوع الشراكة أهم شيء لا تزموا اتجاه الطرف الآخر بشيء ما تقدروا توفو فيه يعني بمعنى آخر بتظل موجودة للطاقة أن القمر موجود مقابلكم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بنتقل وبصير في البيت الثامن عشان هيك من ساعات الصباح بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة الممكن تحمل للك اليوم فرصة لترتيب وضع مالي أو مكسب مالي أو إشي بتعلق بقرض انجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهي بأمور ثانوية برج الحود طبعا بدكوا تواصلوا عملكم السابق كامل بكامل نشاطكم بدكوا تنتبهوا لصحتكم برضو غذائكم راحتكم ما تجهدوا حالكم كثير وبرضو ممكن يبادر أحد الأشخاص أو زملائكم بالعمل بمساعدتكم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا القمر بصير مقابلكم تماما فبترغبوا في تعزيز شراكاتكم أو الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة المالية أو العاطفي كونوا أكثر تفهم لوجهة نظر الشركة أو الزوج أو الشريك بالفترة هاي ما في داعي للمواجهات حاذروا من الخلافات ما الضخم الأمور وبرضو في نفس اللحظة بتنتبهوا لأن طاقتكم بتكون ضعيفة ما في داعي للمغامرات الصحية هيك من كون انتهينا من توقعتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر